أهلا بحضراتكم دول العالم الآن أصبحت تعترف بفلسطين دول العالم الآن أصبحت تسير خلف مصر تقف مصر لتمد يدها لكل طفل يتيم ولكل أم تثكلت تقف مصر لكل حبة رمل على أرض فلسطين التي تستحق الحياة تقف مصر لأجل شعب يغني لمن يصعدون إلى حدفهم باسمين تقف مصر في وجه القتل والطغاء الذين يخافون من الأغنيات حلقة مفرغة من الكذب البواح وتدليس لا يخلو من العمد هكذا هو دأب الشبكات الإخبارية الغربية ذائعة الصيط التي تقف خلف دولة لا تكتفي فقط بالصمت أمام أفضع المجازر التي عارفها الإنسان في العصر الحديث بل ويشارك كل منها في تقديم العون لمجرم الحرب دون قيد أو شرط منذ متى كان الغرب وسيطا نزيها؟ منذ متى كان الإعلام الغربي يتحلى بالمهنية؟ فهي هي نفس ذات الشبكات التي دعت أن العراق تذكروا يمتلك النووي بالمخالفة لتقرير الوكالة الدولية الإعلام الغربي لم يتوقف أبدا عن الكذب هو هذا الإعلام الذي يصف نفسه بإنسانية المعاملة من المقاومة الإعلام الغربي هو الذي نشرت إحدى مرسلاتي الحربية كلاريسا ويرد تقرير مكذوب حول اختباءها في حفرة مضطرة للاحتماء بها في وقت سابق في أكتوبر عشرين تلاتة وعشرين مدعية تعرضها لوابل من الصواريخ في سماء المنطقة أثناء قيامها بتغطية الأحداث بالقرب من الحدود بين العدو وفلسطين أكذيب لا تحصى ولو ملان يفيد فالشبكات الغربية تلعب دورها طبقا لما حددته الاستخبارات المركزية والممولين من أثرياء الصهيونية العالمية الذين يدفعون المال لنشر أخبار الأطفال مقطوع الرؤوس تقف يا سادة كل الشبكات الغربية بأعين لا تبصر الإبادة الجماعية ولا تلتفت أيضا لصراخ أطفال فلسطين الذين يموتون قسفا أو جوعا في البدء كان كل العالم إن كنتم تتذكروا في مواجهة مصر ومصر قادرة أن تقف وحدها أمام العالم فالمسألة لا تتعلق فقط بنزاهة الوساطة وإنما في كون مصر شاريك حقيقي لفلسطين تحمل على كتفها كل الأحلام وتبني مع فلسطين قلاع الطموح فعندما كان الجميع صامتون فإن مصر هي أول من اقترحت رؤية متكاملة لحل الأزمة في غزة وهي أساس المفاوضات التي تمت في باريس والدوحة وتل أبيب والقاهرة مصر لا تغير الحروف ولا تستبدل الكلمات عقيدتنا في مصر هي التشاور مع كافة الأطراف والعمل على موافقتهم بل وتثبيت أركان هذه الاتفاقات لا نستغرب أبدا من محاولات تحميل مصر مسئولية عدم نجاح مفاوضات التهدئة بل نقف ضاحكين وبكل ما لدينا من سخريات تجاه هروبهم البائس واليائس للتهرب من الالتزامات حتى تلقى التبعات علينا ونحن الذين نحمل العبء الأكبر في هذه الأزمة إنسانياً واقتصادياً وسياسياً ومنذ اللحظة الأولى ننادي ونحاول لأجل الهدنة رحمة بالشعب الفلسطيني هل يوجد في العالم الحر عقلاء؟ أين هم؟ والكل يعلم ما بدلته مصر للوصول إلى توافقات وبتحرك كثيف ومضني في إطار شامل وإطلاع كل الأطراف على أي تطورات أو مقترحات مهما كانت بسيطة هل يريد إعلام العدو والإعلام الغربي تشويه الدور المصري؟ إذن فليستمر المجرمون في انحطاطهم ويأسهم المهين لن نتراجع ولن نتوقف أبداً عن استمرار دورنا من أجل دعم القضية الفلسطينية وإزاحة الكارثة الإنسانية عن فلسطين وليس فقط عن غزة مصر هي مصر وسوف تظل مصر هي مصر يا سادة كرام لازم تعرفوا إزاي مصر مستمرة وحتى اللحظة في تواصل جهدها الهادفة للشعب الفلسطيني لكل فلسطين علشان التهدئة تحصل بالفعل علشان نوقف هذا التصعيد في عموم فلسطين وفي قطاع غزة أنا آسف